بسم الله الرحمن الرحيم فخامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة حرم السيدات والسادة الحضور الكرام عظيمات مصر كل طفلة وفتاة وامرأة وأم على أرض مصر منذ بدء الخلق ونشأة الكون كانت المرأة المصرية هي الشريك الأول والأقرب إلى الرجل إذ إنهما خلق في الأصل من نفس واحدة وخروج حواء من ضلع آدم وهو المكان الذي يحمي القلب من الصدمات كان له رسالته القوية أنها ستكون الأم الحنون والزوجة المحبة والأخت الصابرة والابن العطفة إلا أن العاطفة ليست فقط هي التي تميز المرأة المصرية إنما يشهد التاريخ برموز نسائية قامت على أكتافهن حضارات تعكس قوة وعزيمة وصلابة المرأة المصرية بدءاً من الحضارة الفرعونية وحتى عصرنا الحديث وأن المرأة لها دور عظيم في تشكيل الشخصية المصرية وفي بناء المجتمع وفي نهضة وطننا الحبيب تحية خاصة من القلب تحية الوطن غالي نفديه بدمائنا وبأنفسنا وللرئيس قائد رأينا في عهده نصرة لحقوق النساء ونهضة لهن في كافة المواقع أزدى للنساء قدرهن وآمن بقدراتهن وبأهمية شراكتهن في البناء والتنمية فانطلق يعمل وينجح من أجل رفعة الوطن أرسل أيضاً تحية لكل الرجال الذين يساندوا النساء ويدعمونهم بصفتهن مكملاً لهم في بناء الأسرة وفي بناء المستقبل تحية لهلاء الرجال الواعية الذكية الواثقة والتي هي بالفعل حريصة على استقرار الأسرة والحفاظ عليها من التفكك وتنميتها قضايا المرأة هي قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية وبحقوق الإنسان وبالتنمية المستدامة وبالحضارة الإنسانية فتقاس حضارات الأمم بمؤشرات وضع النساء فيها اسمح لي سيادة الرئيس أن أتحدث قليلاً عن نساء التضامن فهن نساء عظيمات تبدو القوة في نظرة عينهن كريمات تملأهن العزة رغم فقرهن مناضلات نشعر بالكفاح في ملمس أيادهن وفي ثنايا تجاعدهن اقتصاديات يدبرن حياة أسرهن حتى في أحلك أيامهن مؤمنات بسيطات تذهلن أحياناً أساطيرهن ولكنهن أيضاً يتمتعن بقوة تهد جبالاً وتبني أوطاناً صارمات بهن عزل يلين أمامه الحديد مقدامات يرمين أنفسهن في الشدائد بلا خوف ولا جزع عنيدات تعجز أمامهن جميع الحيل ولغتهن لا تعرف المستحيل واليوم نحقي قصص بعض هؤلاء النساء التي تتلخص في الآتي الدعم النقدي للنساء الفقيرات وتنمية الأسرة ارتفع عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من 12 مليون فرد بتكلفة 17.7 مليار جنيه في عام 2018 ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه في عام 2021 تمثل نسبة النساء صاحبات البطاقات في برنامج تكافل حوالي 78% من إجمالي المستفيدين بما يشمل 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً كما يبلغ عدد الأطفال دون سن 18 5.2 مليون طفل مما يؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر ولقد بدأت الوزارة مرحلة جديدة في برنامج تكافل تتجه نحو تأهيل الأسر الشابة وإلحقها بسوق العمل التمكين الاقتصادي للنساء ارتفعت قيمة الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة من 420 مليون جنيه تستفيد منه 82 ألف سيدة في عام 2018 إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة في عام 2021 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية 75% من الإقراض متناهي الصغر موجه إلى النساء والهدف من التمييز الإيجابي للنساء هو القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدل معدل الأمية وزيادة التفكك الأسري وزيادة نسبة الأسر التي تعولها نساء دعم الغارمات والعمل على خروجهن من السجون أن الأعداد الحقيقية للغارمات المسجونات غير دقيقة إلا أن هناك دراثة حديثة تفيد بأن العدد يصل إلى 30 ألف سجينة غارمة وتكون وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية الشريكة في الوقت الحالي بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن والعمل على تعقب وملاحقة سماسرة الإقراض ووفقاً لتوجيهات سيادتكم كالتم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية تكون بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستحقين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض غير الآمن دعم الفتيات اليتيمات تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بتقديم دعم نقدي وعيني بقيمة مليار تلتمية واربعين مليون جنيه سنوياً مستهدفاً ربعمائة واربعين مليون يتيم ويتيمة ربعمائة واربعين ألف يتيمة ويتيمة كما تقوم الوزارة برعاية 22 ألف من الأيتام إما في دور رعاية اجتماعية أو في أسر كافلة وتعمل الوزارة جاهدة أن تتوسع في كفالة الأطفال وخفض عدد المؤسسات لضمان تنشئة الأطفال وتربيتهم في بيئة أسرية طبيعية وبناء على توجيهات سيادتكم وحرصكم الكريم أن ينشأ أولادنا في دور رعاية مطورة تم التعاون مع الهيئة الهندسية في دراسة تطوير أربعين دار رعاية لطليق بتنشئة أبنائنا وسيتم عرضها على سيادتكم قريباً إن شاء الله الرائدات ودورهن في التسقيف المجتمعي والتوعية لدى الوزارة حالياً عشرة آلاف رائدة ومثقفة مجتمعية تفضلتم سيادتكم بزيادتهم بسبعة آلاف ونستكملهم حالياً بعشرة آلاف آخرين من سيدات تكافل وكرامة المتعلمات لتوظيفهن في غيير مجتمعتهن من الداخل تعمل هؤلاء الرائدات على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال نشر مفاهيم إيجابية مفاهيم تنمية الأسرة والتربية الإيجابية وتنمية التفولة المبكرة وترسيخ صورة صحيحة عن المرأة والتمكين الاقتصادي والحد من التفكك الأسري وأهمية الاستثمار في البشر وذلك ضمن برنامج مواطنة وبرنامج وعي هذا بالإضافة إلى قضايا لنساء تضامن أخريات مثل الزواج المبكر والإتجار بالبشر وتمكين النساء ذات الأعاقة وتكريم وتوقير النساء المسنات وأعلاء قيم احترام الآخر وإشاعة السلام المجتمعي والحياة الكريمة للجميع السادة الحضور الكرام تعد الأمومة من أهم الأدوار في حياة المرأة وفي تكاثر المجتمعات البشرية بر الأمهات وخدمتهم بأقصى الطاقات هو شيم الشرفاء وخلق الأنبياء أتقدم بأسماء آيات الشكر لكل النساء من الفرق الطبية والتمريد والأجهزة المساعدة وأمهات وزوجات الرجال الذين خدموا في مناهضة فيروس كورونا المستجد وأشد على أياد الأسر التي فقدت أي عضو من أعضاها عظيم التحية والإحترام للسيدات الصابرات الصامدات المحتسبات البطلات أمهات الشهداء فخراً وسلاماً يا صاحبات العزة والكرامة فخراً وسلاماً يا صاحبات العزة والكرامة ألهم كنا الله الصبر والدعاء وهنيئاً لأولادكن الشهداء فهم بالجنة ينعمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستأذن سياداتك في حساسات الرئيس في عرض فيلم بعنوان نساء التضامن وفيه شهادات النساء بأصواتهم حول القضايا التي تم ترحها في هذه الكلمة